بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا العزاء الطلبة الصف الأول متوسط ها نحن نطل عليكم من جديد ولازلنا في سلسلة دروس متكاملة للفصل الثاني وتحديدا في النسبة المئوية وتقديرها وتكلمنا عن النسبة المئوية وكيفية معرفة أن نقدر النسبة المئوية وقلنا بأنه النسبة المئوية هي عدد نسبي مقامه مئة وتطرقنا أيضا في دروسنا السابقة إلى كيفية تقدير النسبة المئوية الآن ما وصلنا إليه هي من فقرة تدرب وحل مساء الحياتية من فقرة تدرب وحل مساء الحياتية هنا لدينا دواجن في أحد حقول الدواجن زاد إنتاج البيض من 340 بيضة إلى 520 بيضة يوميا ما تقدير النسبة المئوية للزيادة ما تقدير النسبة المئوية للزيادة في إنتاج البيض كما تلاحظون في بادئ الأمر سنقوم بطرح 520 ناقصا 340 لنرى كيف هنا ما مقدار الزيادة في البيض هنا 520 ناقصا 340 يساوي لمئة وثمانين وهذه المئة وثمانين هي مقدار الزيادة في البيض الآن سنقسم 180 على البيض الأصلي العدد البيض الأصلي الذي كان وهو 180 على 340 وهنا بحذف الإصفارة ستكون 18 على 34 وسيكون الناتج هو أو قيمة تقريبية ممكن أن نقرب 18 على 34 سيكون هو 18 على 36 بالإمكان أن نقدر 18 على 34 ونقربه إلى 18 على 36 أي ما قربنا المقام 34 إلى 36 بعملية الاختصار 18 على 1 بها 1 على 18 بها 2 فالناتج سيكون هو 1 على 2 الآن لمعرفة ما النسبة المئوية لل 1 على 2 وذلك من خلال ضرب المقام هنا في 50 والبسط في 50 لينتج لدينا 50 عالمية ويكون بذلك 50% هي النسبة المئوية في إنتاج البيض الآن ننتقل إلى سؤال آخر وهو من فقرة رياضة يبين الجدول التالي الرياضة التي يمارسها عدد من الرياضيين أكتب النسبة المئوية التقديرية لعدد الرياضيين الذين يفضلون كرة السلة وكرة الطاولة والسباحة وركوب الدراجات وكما تلاحظون أعزائنا الطلبة بأن نوع الرياضة وعدد الطلاب الذين يفضلون هذه الرياضة هذا الجدول يبين نوع الرياضة وعدد الطلاب الذين يفضلون كل الرياضة فكرة السلة يفضلونها 10 وكرة الطاولة يفضلونها 11 والسباحة يفضلونها 10 وركوب الدراجات يفضلونها 13 ما هو عدد الطلاب الأصلي الآن سنقوم بجمع عدد الطلاب الأصلي وهو 13 زائد 11 هو 24 زائد 10 سيكون 34 زائد 13 سيكون الناتج هو 47 العدد الكلي للطلاب هو 47 الآن نختار نوع نوع الذين يفضلونها كرة السلة والذين يفضلونها كرة الطاولة والذين يفضلونها السباحة والذين يفضلونها ركوب الدراجات فلنبدأ بكرة السلة الذين يفضلونها كرة السلة سيكون 13 على 47 وما أردنا أن نقرب المقام سيصبح 50 فهنا سيكون 13 على 50 ليتسنى لنا ضرب المقام في 2 ليكون 13 في 2 على 50 في 2 ليكون المقام هنا 100 و13 في 2 سيكون الناتج هو 26 ومن حيث النسبة المئوية سيكون هو 26 بالمئة هذا يخص نسبة الطلاب الذين يفضلون كرة السلة أما نسبة الطلاب الذين يفضلون كرة الطاولة فسيكون 11 على 47 ما أردنا أن نقرب 47 حتى نقربها إلى 50 المقام سنقربه إلى عامل من عوامل المئة فسنقربه إلى 50 فهنا الـ 50 سنضربها في 2 والـ 11 في 2 ستكون 22 على 100 ومن حيث النسبة المئوية ستكون 22 بالمئة نسبة الذين يفضلون كرة الطاولة الآن لو أتينا إلى السباحة لو أتينا إلى السباحة فهنا ستكون 10 على 47 وما إن أردنا أن نقرب 10 على 47 سنقرب المقام 47 إلى 50 لتصبح بذلك 10 على 50 وسنقوم بضرب 50 في 2 والـ 10 في 2 لتصبح لدينا 20 على 100 وتصبح من خلال النسبة المئوية 20 بالمئة نسبة الذين يفضلون السباحة ركوب الدراجات هي 13 على 47 ما إن أردنا أن نقرب حتى قربنا المقام إلى 50 فسيكون 13 على 50 هنا سيكون 13 على 50 سنضرب كل من البسط والمقام فيه 2 سيكون 13 في 2 على 50 فيه 2 ليكون بذلك 26 على 100 ومن حيث النسبة المئوية ستكون نسبة الذين يفضلون ركوب الدراجات هي 26 بالمئة الآن يمكنك التأكد عزيزي الطالب وذلك من خلال جمع النسب فهنا 26 زائدا 22 سيكون الناتج هو 48 48 زائدا هنا 26 بالمئة نسبة الذين يفضلون كرة السلة وهنا الذين يفضلون كرة الطاولة هو 22 بالمئة ونسبة الذين يفضلون السباحة هو 20 بالمئة ونسبة الذين يفضلون ركوب الدراجات هو 26 بالمئة الآن ننتقل إلى سؤال وهو من فقرة حسابات يتقاضى موظفاً راتباً شهرياً قدره 500 ألف دينار فإذا حصل على علاوة سنوية مقدارها 5% من راتبه احسب مقدار الزيادة وراتب الموظف بعد الزيادة موظف يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 500 ألف دينار فإذا حصل على علاوة مقدارها 5% الآن يمكننا أن نستخرج ما هي قيمة 5% قيمة 5% ستكون 5 على 100 من ثم عملية الاختصار ستكون هي 1 على 20 من خلال ضرب الواحد على 20 في مقدار راتبه الشهري حتى يكون 500 ألف في 1 على 20 فما يعني أن مقدار الزيادة أو مقدار العلاوة التي حصل عليها بعملية الاختصار ستكون 50 مع الاثنين فستكون هي 25 ألف هذه هي مقدار الزيادة راتب الموظف بعد الزيادة سيكون هي حاصل جمع 500 ألف زائداً 25 ألف ليكون بذلك راتب الموظف بعد الزيادة هو 525 ألف الآن ننتقل إلى فقرة من فقرات موضوع النسبة المئوية وهي من فقرات فكر هنا ما العدد النسبي الذي تمثله النسبة المئوية 55.5% 500 و 55.5% بالإمكان كتابة هذا 55.5 بالعشرة بالإمكان كتابة هذا العدد بصيغة عدد نسبي أو هذه النسبة بصيغة عدد نسبي ستكون هي 555 على عشرة ما أردنا أن نفصلها ستكون 55 عدد صحيح و 5 على عشرة من خلال ضرب العدد الصحيح في المقام وجمعه مع البسط سيكون الناتج هو 555 على عشرة وهذا العدد النسبي الذي يمثل هذه النسبة المئوية الآن ننتقل إلى سؤال يقول أيمن أن تقدير النسبة المئوية للكسر 11 على 24 هو 70% صحح الخطأ إن وجد فهنا 11 على 24 ما إن أردنا أن نقربه حتى قربناه إلى 11 على 25 ليتسنى لنا ضرب المقام في 2 لكي يصبح المقام هنا 100 فهنا علينا أن نقرب الـ 24 قربناها إلى 25 سيكون عملية الضرب البسط والمقام في 4 لكي يصبح المقام هو 100 فهنا 11 في 4 هي 44 و 25 في 4 هي 100 من خلال النسبة المئوية ستكون هي 44 بالمئة الآن ننتقل أي النسبتين المئويتين التقديريتين للعددين 8 على 9 و 15 على 19 أكبر ما إن أتينا إلى 8 على 9 حتى قدرنا المقام أو قربنا المقام إلى 10 ليتسنى لنا ضرب المقام في 10 لكي يصبح المقام 100 فهنا 8 على 10 سيكون كل من البسط والمقام نضربه في 10 فهنا 8 على 10 في 10 ليكون الناتج هو 80 على 100 ويكون بعد ذلك هو 80 بالمئة الآن لو أتينا إلى 15 على 19 فكيف سنقرب أيهما سنقرب سنقرب البسط أم المقام أحسنتم سنقرب المقام سيكون المقام هو 20 ليتسنى لنا ضربه في 5 لكي يصبح المقام هو 100 فهنا ضرب البسط والمقام سيكون في 5 لكي يصبح الناتج هو 75 على 100 ويساوي لـ 75 بالمئة إذن كعدد أكبر أو كنسبة أكبر هي 8 على 9 أكبر من 15 على 19 من حيث النسبة الآن ننتقل إلى سؤال وسأتركه واجب عليكم أعزائنا الطلبة أيضا نفس صيغة هذا السؤال سيكون هنا لدينا أي النسبتين التقديريتين للعددين للعددين هنا سأقول لك 9 على 6 أم 15 على 9 أي النسبتين التقديريتين هي أكبر أي النسبتين هي أي النسبتين التقديرية طبعا أي النسبتين التقديرية هي أكبر 9 على 6 أم 15 على 9 وهذا سيكون واجب عليكم أعزائنا الطلبة إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا ونهاية موضوع النسبة المئوية وتقديرها آملين أن تكون قد وصلت فكرة الدرس إليكم أعزائنا الطلبة إلى أن نلتقيكم في دروس أخرى وفي مشوار آخر حتى ذلك الحين نستودعكم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة